أهلا بكم من جديد تعاني المهرة من عزلة ثقافية في شتى مجالات الثقافة والفنون الموروث الشعبي المهري مهدد بعضه بالانقراض وآخر بالسطو جراء عدم الاهتمام بجمع توثيق الموروث الثقافي التفاصل في التقرير رغم ما تمتلكه المهرة من موروث ثقافي أجلي إلا أن نفيش ماضيها التاليد يبدو اليوم في أشواء حال بالنسبة للأدب في محافظة المهرة يعني كنس من الموروث الشعبي بشقيه المهري والعربي وبجميع بجالات الشعر وبجميع بحور الشعر كنس موروث لكن يعني أنا مثل نفطن اليمني لا زال ما حصل من ينقب عنه ما حصل من يصدره للخارج الفلكلور الشعبي وعاداته وتقاليد الإنسان المهري وموروث المهر الشفهي تشكو إلى الله إهمال الجانب الرسمي فاللغة المهرية مهدتة بالأفول بتقادم الزمن فلم تدون رسميا ولم تدرس علميا ولم تدرس للنشء فيما مجمل الفنون المهرية على كثرتها عرضة للسطو الخارجي والتحريف وتمسي هويتها المهرية فهي الأخرى لم توثق رسميا ولم تنشأ المراكز المتخصصة بجمعها ودراستها والحفاظ عليها ولم يتم تنمية الإبداع فيها اشتغل في هذا المجال وأسسنا موسى ثقافية في المهرة بعدين للاسف انتثرت المتحافة دار ثقافة مراكز ثقافية مكتبات كلها انتثرت للاسف ونام البناها من جديد معانا لان مركز الموروث الشعبي هذا انشاءته في منزلي الخاص تبرع تبه للموروث الشعبي للمهرة وبحاجة طبعا الى دعم ومساعدة من جهات الرسمية وزارة الثقافة هي العمل للأثار يجب ان تلتفت الينا وايضا التجار وذول قدره يساهموا معانا لان هذا موروث شعبي انساني في المهرة عموما مغيب الحراك الثقافي فيها تماما كبنيته التحتية المدمر بعضها قبل افتتاحها عندنا مشروع مركز الثقافي للمحافظة متعثر مندو الفين واثنين و الفين وثلاثة لحد الان حوالي اكثر من عشرة سنوات وهذا المشروع متعثر عندنا مراكز ثقافية مستقرة في مديريات كل من قشن وسيحوت وحوف هذه المراكز تم اعتمادها عبر وزارة الثقافة كترميم لها وصيانتها وتاهيلها وللأسف الشديد انها ترحل من سنة الى اخرى الامكانيات المتاحة للفنانين غير منتوفرة بالرغم من وجود كم او عدد لا باسبه من المثقفين عدم توظيف العديد منهم لان بعض منهم ليسوا موظفين ولا لديهم عمال مما يضطروا انهم اما يسافروا الى بلدان اخرى او ينتقل الى مناطق اخرى للبحث عن مصدر لغمة العيش ومصدر العيش فهذه الاسباب كلها اثر تأثير كبير على الموروث الثقافي يبدو ان الجانب الرسمي المعني بالموروث الثقافي لن يحن الى الموروث الشفهي والفنون المهرية الا بعد ان ينقرض ما بقي منها اليوم حيا يحتضر على مرأة ومسمع اذا عرف السبب بطل العجب وفقد الشيء لا يعطيه فما عصانا ننتظر من منية تحتية مدمرة وحراك ثقافي مشلول وارادة رسمية غائبة عبدالله محمد الكبودي لبرنامج صد الاسبوع المهر في مديرية ميدي بمحافظة حجة مستشفى مجهز باحداث التجهيزات استلمه مكتب الصحة بالمحافظة في العام 2009 ولا يزال مغلق الى اليوم لعدم رفضه بكادر طبي المستشفى الريفي بمديرية ميدي محافظة حجة يقصده المرضى طالبين خدمة طبية لو جود لها معللين النفس بالهوى حد قول البعض الحاصل المستشفى فيه مرضى واحد حرمة وفيه واحد جلوس محسين فيها مكلاب ومبساس هذا القط على هذا كذا وكذا ما حصل لش المعب طيب الخدمات 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 فين؟ تشلنا سيارة ثلاثة ألف باربع ألف منهم خبت وتواصل هناك شيء للمستشفى ما تحس لحد لا يمكن أن قد يعمل هذا المستشفى واتحديه واحد قد يعمل هذا المستشفى يخرج بنعج سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى تحتاج من يسعفها ومدير المستشفى الطبيب الوحيد وكل الخدمة المقدمة وحده المتكفل بها وإمكانية تحتاج لعملية إنعاش هذا الملحق الجديد بالمستشفى الجهز بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية في العام 2009 لم يدخل أحد ومع ذلك هكذا أصبح بلاطه مدمر وتجهيزاته في حالة يرثى لها موجود تأثيث المستشفى بأحدث أجهزة على مستوى المحافظة غرف أمليات غرف جراحة أجهزة حديثة تم دخول المستشفى حيث لأنه وجدنا البلاط مكسر ويحتاج إلى ترميم الحقيقة التمويل الخاص ببناء المستشفى أو توسيحة المركز نسميه مركز تم من قبل مشروع الأشغال العامة وليس لمكتب الصحة العامة والسكان أي داخل في المقاولة تمت مباشرة عبر إدارة المستشفى والسلطة المحلية بالمديرية حتى وإن تمت إعادة تأهيل المستشفيين يظل السؤال المطروح ما الجدوى من وجودهما في ظل غياب الكادر الطبي فؤاد رزيقي لبرنامج صد الأسبوع تعد مدينة إب القديمة بمعالمها المختلفة واحدة من أهم الأثار التاريخية وتشهد اليوم تدهورا وإهمالا أدى إلى تمس بعض تلك المعالم ودخول البناء العشوائي فيها مدينة إب القديمة مدينة تميزت بطراز معماري فريد يحكي عن أصالة وعراقة هذه المدينة التاريخية التي تعد بأسواقها وخصائصها الفريدة قبلة للزوار والسواح لكن المدينة الآن تفقد بعضا من رونقها وتفردها المعماري جراء استحداثات كثيرة تعرضت لها منازل المدينة من قبل ساكنها كنا نقدم بلاغات للمجلس المحلي السبب هو تخاذر المجلس المحلي وعدم إرسال من يقوم بالهادم ومن يقوم ونحن مستعدين للتعاون معهم المجلس المحلي بالدرجة الأولى نحن نقدم لهم البلاغات وهم سلطة تنفيذية هم الذين يأمرون للأشغال يأمرون الأمن ونحن نتعاون معهم كان معنا مدير آثار بداية المجلس المحلي السابق ولكن من المجلس المحلي عندما طلعنا من الفترة الثانية لعاء سينا لا رئيس مجلس آثار ولا بسياحة ولا بصر ناشي والإهمال هو بصر من الجميع حتى بعض الأبواب الأثرية القديمة والتي كانت تحتوي على زخارف فنية أزيلت ووضعت بدلا عنها أبواب حديدية وحتى هذا المبنى والذي يهرف بالقصر الجمهورية طالته يد العبث لتمتد لازقة المدينة وأسواقها مثل هذا السوق القديم المسمى بسوق عقاض والذي اختفى جزء كبير من معالمه التاريخية مما يجعل وضع هذه المدينة على قائمة التراث العالمي بعيد المنال في ظل تواصل الاعتداء والتشويه المتعمد لها طبعا المدينة الغديمة لم تدخل من ضمن المدنة التاريخية بسبب الاستحداثات في المباني حيث أن أغلب أصحاب المنازل قاموا ببناء سترات أحواش بلوك وقاموا بتغيير الباب الأثرين بابواب حديدية ومن تم بناء الدور الثاني بالبلوك وهذا ما شوه المدينة الغديمة حيث أن أكثر الزائرين الآن لن يرتاحوا بطلع المدينة الغديمة الجهة ذات العلاقة تعترف بوجود مخالفات ولكنهم يؤكدون صعوبة إزالتها نتجة لاحتياج أيدي عاملة وصعوبة الإزالة باستخدام المعدات الحديثة نظرا لذيق أزقة المدينة وبالتالي صعوبة إدخال هذه المعدات بخصوص ما تم استحداثه في المدينة القديمة من بنايات تحت العقود من جدران وأبواب وغرف وغيرها في مخالفات قديمة قبل وصول إلى المنطقة والآن استحدثوا مخالفة جديدة تم الإبلاق عن التفتيش بالضبط الأولين لكن دون جدوى خرية مقاومة بعض الأهالي هناك واقفين مع الشخص هذا المخالف وقاموا ووقفوا معه وقالوا نحن لا نزيل هذا الباب إلا بإزالة المخالفات السافقة الآن نحن بصدد ترتيب تكاليف هذه الحملة لأن عملية الإزالة صعبة جدا داخل المدينة القديمة لأن المعدات لا تستطيع الوصول المعدات التي هي مثل الدريكتر والتقاق الذي يكسر المباني هذه لا يستطيع الوصول إلى مكان المخالفة وإنما يحتاج إلى أيدي عاملة فمن يعيد لمدينة إب القديمة وجهة تاريخي والحضاري المشرق لبرامج صدى الأسبوع حننتها العواضي محافظة إب في جامعة صنعاء يشكو طلاب كلية العلوم التطبيقية بتخصصاتها المختلفة من افتقار الكلية للمعامل والتجهيزات وقدمية المكتبة التي لم تطور من ثمانينيات القرن الماضي وعرقلت بعض الخريجين عند استلام وثائق تخرجهم لكل من اسمه نصيب وهو حال جامعة صنعاء القديمة وتحديدا كلية العلوم التطبيقية هنا حيث توجد هذه المكتبة العتيقة ولن نقول لا غبار عليها لأن الغبار فعلا موجود عليها هذه المكتبة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الوحدة ولم يتم إضافة أي لمسة إليها حتى اليوم وكأن ثمت غرابا يخيم عليها المكتبة لا يجد فيها شيء حتى أن الغبار تراب قد تصاعد في بعض الكتب كتب لا تجدها كتب يعني كلها قديمة بعض الكتب تكون ثقافية وليست مكتب علمية بل المختصر مفيد أن البحث الذي يجرينا بحث به لن نجده وضع معمل الكيميا لا يختلف كثيرا عن وضع المكتبة فهو أيضا يشكو غياب معظم التجهيزات وأبسطها بدءا من أحواضه المسددة وانتهاءا بالكهرباء التي إن انقطعت انقطعت معها أنفاس البعض بسبب الاختناق النسبة للكهرباء حنا عندنا مولد كبير بس هنا مشكلة أنه لما الكهرباء بتقطع طبعا عندي هنا المعمل المعمل بيحصل فيه تجارب بتطلع فيه الغازات طبعا غازات بعضها ضار جدا للطلبة والمعايدين والفنيين وكل الناس يعني فنبقى محتاجين طبعا الكهرباء عندي المولد الكبير بعد عدواتنا لهم لما بيشغلش ولا تنقص الديزل معامل كليات العلوم بالأخص قسم الكيميا يعانوا مشحة شديدة في المواد العلمية وفي الأجهزة كذلك ونحن عينينا من هذه المشكلة قبل أن نتخرج لدرجة أن المعمل التحليلية أربعة أضطرنا أننا نأخذه في كليات التربية والسبب يعود إلى أن معامل كليات العلوم قسم الكيميا يعاني الشحة بالأجهزة تضم كلية العلوم التطبيقية خمسة تخصصات وهي من أهم الكليات وبالرغم من ذلك تشهد إهمالا كبيرا حد وصف كثير من الطلاب ولعل من أبرز المشاكل اليوم والتي يواجهها طلاب الكيميا هي عدم تسلم دفعة كاملة من خريجي العام 2011-2012 لشهائد تخرجهم حتى اليوم أبني سنتين من حين تخرج وأنا الآن جالس ألاحق بعد شهادته أجي لا عند المسجلين يوديني لا عند الكنترول الكنترولين يوديني يقول لي رح إلى رئاسة الجامعة ولا لقيت حد يعني أمسك به وطلعت النتائج ووصلت الكنترول ولكن إلى الآن الكنترول لم يصدر لم يقوم برصد هذه النتائج بسبب الحقة أنه لم الموظفين لم يسترموا مستحقات ولذلك لم يكملوا رصد هذه النتيجة فقط هي متعلقلة كانت في تحليل الآلي كلنا نتحمل المسؤولية بقز لكن كل واحد على قدره فنحن نتحمل المسؤولية بقدر الكلياء المسؤولية الكبيرة في إدارة الجامعة لأن الكلية تمشي من لما بدأنا نمسك العمادة من غير ميزانية جامعة صنعاء القديمة أو الحديثة على حد سوى هي أحد الصروح العلمية المشهود لها بالريادة والتمييز ولكنها اليوم وكما يقول بعض المراقبين تتراجع إلى الوراء بسبب عدم الاهتمام بمخرجاتها وتدني العمليات التعليمية فيها إضافة إلى عدم تحديث أو تطوير إمكانياتها لتواكب متطلبات العصر محمد البطاح لبرنامج صد الأسبوع